النهاردة بيرامدز بيودع بطولة الكونفدرالية من دور التمانية النهاردة بيرامدز اتغلب من مازنبي 2-0 علشان يخرج بره البطولة في مباراة في رأيه اتعرض بيرامدز لظلم تحكيم كبير فيها حكم جوشوا بوندو يعني كان عنده اخطاء تحكمية فجة فجة والنهاردة بنتكلم الموضوع ده ما بقاش موضوع الاخطاء التحكمية الفجة في القرى الافريقية خاصة في بعض الملاعب مثل ملعب مازنبي ما بقيتش حاجة جديدة بقى ده العادي وده على فكرة انا قلت لكم الاسبوع اللي فات او من اسبوعين او او متعاملت القرعة قلت لكم لو بيرامدز ماكسبش في مصر ماكسب مريح انسى ان انت تعدي انسى ان انت تعدي هناك مفيش هزار قصة يعني للأسف للأسف عمرك ما تعرف تحصل على عدالة تحكمية في ملعب مازنبي كلام كل الفرق المصرية وكل الفرق اللي بتروح تلعب هناك يعني 90% من الفرق اللي بتروح تلعب هناك في ملعب مازنبي لما بيكون مازنبي محتاج المباراة بيعرف ازاي اخدها كويس كويس اوي لكن بكل صراحة بيرامدز يعني خرج من البطولة من ملعب ملعب الدفاع الجوي ملعب مصر منفعش ان انت النهاردة عايز تكمل في بطولة وبطولة انت واصل فيها للنهائي ونصف النهائي في المؤاخر موسمين وما تجيبش جوان في ملعبك خاصة امام خصمه وامام منافس زي مازنبي حتى لو هو مش في احسن حالاته اشتركوا في القناة